هناك قولان فيما يتعلق بقراءة القرآن في شهر رمضان بالذات من الناس ما يقول العبرة ليست بكثرة التلاوة هو إنما بالتدبر فيقول قراءة أو ختمة واحدة بتدبر أفضل من عشرة ختمات بدونها وناس تقول العكس أن هذا فترة بسيطة ويسيرة ومحدودة يأخذ من نسان منها قدر الإمكان وما يستطيع من الحسنات فما هو صحيح من ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فلكل من القراءة بالتدبر وكذلك أيضا الاكثار من القراءة ولو من غير تدبر لكل منهما فضل ويمثل الإمام المقيم رحمه الله ذلك بمثال جيد يقول إن مثل من يقرأ قراءة كثيرة وغير التدبر كمن يتصدق بجواهر كثيرة ومثل من يقرأ قراءة بتدبر كمن يتصدق بجوهر واحدة كبيرة ونفيسة فهذه لها يعني مزية وهذه لها مزية لكن الذي يظهر الله أعلم هو أن الإنسان إذا كان متهيئا للتدبر فالأفضل هو التدبر لكنه لا يكون متهيئا في كل يوم الإنسان يعتريه ما يعتريه من الأمراض ومن المتاعب ومن الهموم ومن الأشياء التي تشغله وتقلقه فهذه كلها مؤثرة على التدبر فإذا لم يكن مهيئا للتدبر لا يترك القراءة يقرأ يقرأ ويكثر من القراءة ولو من غير التدبر والقرآن من خصائصه أن من قرأه أثيب على مجرد التلاوة سواء كان بفهم أو بغير فهم هذه خصيصة للقرآن فقط ليست كغيره يعني يتعبد بمجرد ألفاظه بمجرد تلاوته حتى ولو كان ذلك من غير التدبر ومن غير فهم فنقول إذن الأولى هو أن القراءة بالتدبر لكن إذا لم يتأتى للإنسان هذا فيقرأ ولو من غير التدبر وبعض الناس يأتيه الشيطان يقول لا 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 تقرأ إلا بتدبر فيبقى مدة طويلة وما قرأ لأنه كما ذكرت الإنسان يعتريه ما يعتريه لا يتهيئ لك أن تكون مهيئة للتدبر في كل حين فهذه أيضا من حية للشيطان لأنه يريد أن يصد المسلم عن كثرة التلاوة فيقول لا تقرأ إلا بتدبر يقول هذا غير صحيح أنت يسر تدبر فهذا طيب ألا ما يتيسر أقرأ ولو غير تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك وليتدبر آياته هذا هو الأصل هو التدبر لكن إذا ما تيسر فالقرآن يتعبد ومجرد تلاوته لا يسر الله عليكم